المجموعة الشاملة والمجموعة الخالية عند دراسة أي ظاهرة علمية أو اجتماعية فإننا نتعامل مع مجموعة أساسية كبيرة تحتوي على جميع المجموعات تحت الدراسة فمثلاً، يمكن أن نصنف جميع طلبة الكلية كمجموعة أساسية بينما مجموعات الطلبة في التخصصات المختلفة هي مجموعات جزئية من المجموعة الأساسية نسمي مثل هذه المجموعة الأساسية المجموعة الشاملة ونربز لها بالرمز U فمثلاً، تعتبر المجموعة U تساوي سالب 5، 2، 7، 21 هي مجموعة شاملة بالنسبة للمجموعات A تساوي 2، 21، وB تساوي سالب 5، 7، 21، لأن المجموعات A وB مجموعات جزئية من U المجموعة الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر ويرمز لها بالرمز FI أو أقواس المجموعة فارغة فمثلاً، هذه المجموعة هي مجموعة خالية لأنه ليس هناك أي عنصر يحقق الشرط المذكور فمفهوم المجموعة الخالية يقابله مفهوم الصفر في الأعداد وتعتبر المجموعة الخالية مجموعة وحيدة وجزئية من أي مجموعة أخرى خصائص المجموعة الجزئية